الفريع يتضرب النهاردة على ملعب الجامعة وملعب واحد في ملعب الجامعة هو مخصص فقط لبعثة النادي الاهلي وهذه الملعب هي ملعب المنتخبات في كأس العالم 20-22 ملعب النهاردة التمرين هيكون عليه التمرين الثاني ما بيضايرش نفس المكان ونفس الملعب زي قدامكم على الشاشة هو ده المران اللي كان بالأمس واللي استمر حوالي 120 دقيقة شهد حصول اللاعبين على تدريبات بدنية وفنية متنوعة في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الدحيل المقبلة النهاردة يكون التمرين الثالث وهتفضل التدريبات مستمرة على هذا الملعب حتى يوم الأربعاء القادم لأنها بعدها مباشرة هتتحرك إلى ملعب المدينة التعليمية استاد المباراة ومش هتتمرن عليه مران كامل هتنزل وتزور الملعب وتتحرك وتمشي على أرضية الملعب بالأحزية لكن دون إجراء أي تدريبات تبقى لتعليمات اللجنة المنظمة المحلية مع الاتحاد الدولي فيفا الجهاز الطب النهاردة بيؤكد تحسن حالة محمد هاني ده خبر يعني الحمد لله يسعدنا قبل انطلاق المباراة بحوالي أربع أيام أو تلت أيام لأنه طبعا إصابة محمد هاني من فترة مع شعور رحسين الشحات بإجهات شوية في العدل الخلفية يعني أربك الحسابات شوية بالنسبة للجهاز الفني لكن إن شاء الله من النهاردة من الحد لغاية يوم الأربع يقدر الجهاز الطب مع الجهاز الفني يتوصلوا إلى التشكيلة الأساسية وأفضل اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية في الاستعداد لهذه المبرانة كابتن سيد عبدالحفيز مزير الكرة أكد إن محمد هاني سيكون متواجدا في التدريبات الجماعية بعد غد السلساء وقال إن شاء الله يكون موجود في تدريب التلاب وإحسن الشحات النهاردة نحاول نطمن في المرانة على حالته ومدى جهزيته للفترة اللي جاية والكابتن سيد قال إن هو بيصق تمام الثقة في قدرات لعب الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الدحين دي كانت مجموعة من الأخبار والتفاصيل من معسكر فريق النادي الأهلي وآخر الأجواء بالنسبة للفريق منذ الصباح وحتى هذه اللحظات لكن في هذه الأسناء أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل أكتر وأخبار حصرية من مقر إقامة تبعسة فريق النادي الأهلي ولكن بعد الفاصل